المطبخة تونسي مع ماما ألفا اليوم شنو مبعضنا وصفة اوغيجينالة اما انطبقة تونسية بطريقة اخرى هنا اخذت تقريب 250 جرام او 300 جرام سميد و نصفها زادة فارينة تجم تعمل فارينة صافي و سميد ارتب صافي حتيت غرفة صغيرة تسمى مليانة ملح و حتيت عليها الماء حتيت للي وليت عجينة متماسكة ليس كما الملوي مرخوفة على الاخر و ليس مكبوسة شايحة حتيت عجنتها تتعجن فارينة زادة لا تأخذ برشة وقت في العجناد و لا تتلملمين يعني عجينة المطبقة لا تستحق العجناد ليس كما الملوي الملوي يحب لها بالكدير عجناد تقعد تعرق 3-4 دقائق كهوسية بعد عجنات العجينة و الماء كل واحد سميد و قديش تشرب له هذه كشفها سميد و ماء و ملح ولا فارينة و ماء و ملح ولا سميد و فارينة و ماء و ملح الموجود عندك طيب باش نقصها كويرات صغيرة كما ترى و هكا ما هي؟ ليس الوصفة الطريقة ريتها في عكاية بالصدفة حالية اليوتيوب فم عرضتني قناة نتفكر فم اسم تدابير صحراوية حاجة هكا المهم جزيرية ريت عالم جزير لا اعرف اكتب وصفتها و لا او وصفة اخر الله اعلم المهم شفت من الاول في التصويره و اول الفيديو حتى غربال و تحل عليه في عجينة جينا على بيلي وين اشيه المطبقة مازلت نحكي نومه اقتاشيه المطبقة و جيت على بيلي هكا اللاكت اللي يريتها قلت نعملها بإذن الله بالوحدة هذيكا بش جيني هكا رهيفة خليتها تباق دهنتو بالزيت و كعبرتك الكعابر لي قصيتهم العجينة جابتلي تقريب اثناش نكعبورة و كنحاول نجيبهم قد قد يعني ارقام زوجية و بش نعمل الشاكشوكة متاع المطبقة اللي نحنا نعملوها فما برش حشوات متاع المطبقة و كل واحد معناها شنو المنطقة و البلاد و الدار اللي تتميز بها و شنو تعمل به انا مش نعملها كما ما تعملها بالبصل و الزيت حتي تقريب ثلاثة ولا اربعة كعبات بصل قصيتهم طويل هكا مع الزيت قبل طوزر و عملتلكم برشة حشوات برشة حشوات نحط لها الملح باش نذبلو بصلم لولا شوية منحبوش البصل بعد يتقرمش كما بدأنا ناكله فيه في المطبقة نار متوسطة مهيش نار عالية و طاوة باش نقص على باعد ما هكا ترخف شوية باش نقص على تقريب اربعة كعبات اطماطم حشو حشو معناها الكمية هدية كم فاتلي و فاتلي اكل ستة كعبات اطناشن كعبورة يجيبو ستة كعبات قصيت كعبة ناحية الهراسة كعبة تماطم و قصيتها مكعبات صغيرة بالزريعة متاحة و نشيطا و نفرشت على فلفل احمر و فلفل الشيح فلفل الشيح و مغرفة صغيرة مليينة و نصف طماطم معجونة الوصفة لا تستحق ماء و اذا طماطم ملحمة ما تسيبت لكش الماء نجمتها قليلا ماء نحبو طماطم تسيب الماء و يتيبو في الماء نار هادية و ليس نار عالية نحن نفضل لغربال يضطى سيكسل أضطره أضطره قمت بأسفل الفصائل الغربال قمت بقصة وقمت بقصة وقصت على مقلة انتظرنا على الزيت ونحل فيها كمكة لا يجب أن نحلها على الاخر نغطي الاخرين ولا يضعون طاوة حالة الأولانية نجبت الغربائل وإلا أي طنجرة المهم يكون قفية طنجرة قفية كوكوت و قفية مقفول أسهل من بابير كويسان يزلق فق الغرباء لا يجب أن نرى الفيديو تك تك تلها بإذن الله مرة جاء نعملها كيك على طنجرة أسهل أما نتصور البابير كويسان هو اللي يساعد على التهبط من بعض في المقلاك أشوفه حسينه و تكنسه معي أو كتوقعات نجبت في العجينة بشوية بشوية في الأحراف لا يجب أن نحبطها كما عملتنا أولا خطر أول كعبة نحس فيه يحبطها جنيب على الأخر والأخرين لم يبالغت فيه جبدين لجنيب وحطيتك الشاكشوكة ليس مشكلة سخونة ولا باردة تخاف عليها تتقطع بما أني بالبابير كويسان و تصبها صبان لا يجب أن تخاف هي ما زالت سخونة لا يجب أن نعبيه أكثر من هكاكا على خاطر العجينة بش جينار هايفا وين نشيخ على العجينة لبطبقة كتب دار هايفا طبعا نجيب الطبقة الثانية بش نطبقها على الطبقة الأولى فهمتوها؟ طبقة مطبقة نطبق الطبقة الأولى على الطبقة الثانية ما نحلها بش بزيت ووابق طبقة نقوم بتبقى الوطاني ونجبد لجنيبه ونصبت عبارة سخونة نعدها نقوم بتدوير بشRof ونبق من المُقلب ننزل بصبع الكبير لتلصق في العجينة حتى نجي تمشاره لما يظهر خاطر لتلوي و تستوي هايك لما يظهر و تستوي هايك كرطبة سخنت المقلة متوسطة و ليس نار بيرد و كما ترى المقلة قلبتها فوق العجينة و من بعد قلبت الغربال فوق المقلة و قلبت الحراف الوسطاني من السوح لا تقبل الاخرين ننزل على الحراف لا تقبل ننزل على الحراف و ليس معجنين لا تطيب لي في الوسط و ليس معجنين ايه خليتها حتى للي طاب الوجه الوطاني او كنهز نعمل طالة و نشوف اذا بدأت الحمار سوف اصيبه اول مرة تسمى القلية ما زلت بيردة ولا طاجين ولا اللي عندك بش طيب فيه واكا قلبتها على الجهة الاخرى نعاود و نقول لكم المقلة رهني اكشريتها مكتوب عليها مفيها شكل بي او اف ا وريتكم التيكيو كمكتوب عليها اكلمات دا السامة انتراض قلبتها عيمين و يسار و اني قويت عليها الجهز حيثتها هكا اه شدت شوية تحرقت شوية وليت نقصت في الجهز متوسط خليته و نجي نعاود نفس العملية وضع السوس في الوسط وضع السوس في الوسط وضع طبقة ثانية سهلة وضع السوس في المقلة وضع السوس في المقلة عن طبقة تطول على محاربة اتفقط قلت بسم الله وحسين المتبت امال شيخ تقلق لها قتلك البيتزا وكملنا كعبات المطبقة لدينا 6 كعبات لنشاهيكم الحشو كنت باش نعمل طن ومع دنوس وبطاطا وإلى الحمى فروم حبيت النوع في الحشو لحقيقة ما نكتبش عليكم قلت اليوم نعملها الكل بالهذية ومرة جيته ونعمل الحشو اخر مختلف مش لازم فرد مرغ برشة انواع باي شوفوا كل الوحدة بما تتقصش باليد المو خفيفة وليتخليتهم فوق بعضهم وقصيتهم بالسكينة هكيك أبراج فوق بعضهم ويحسب الكعبة ويهز مقدار الكعبة ويهز مقدار الكعبة ويهز مقدار الكعبة ان شاء الله تكونوا فهمتوني المعلومة حدته وصلت قصيتهم لكيك أبراج فوق بعضهم شوفوا قدشة خفيفة متفيقش بروحك هكيك أبراج هكيك حتى إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم وفي حلقة أخرى ووصفة أخرى إن شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة